خسائر تركيا في ليبيا جراء تدخلها هناك وانكشاف الأمر على الصعيد الداخلي دفع السلطات لمحاولة التغطية على ما تكبدته أنقرة الضحايا كانوا صحفيين كشفوا أن ضابط استخبارات تركي قتل في ليبيا ودفن في مسغة رأسه غرب تركيا وهو ما أكده أيضا موظف في بلالية مدينة الضابط القتيل ويقضي القانون بعقوبة تتراوح ما بين ثمانية وتسعة عشر عاما سجنا عن الجريمة الموجهة للصحفيين وهو الأمر الذي رفضه العشرات الذين تجمعوا خارج قاعة المحكمة في اسطنبول للتعبير عن تضامنهم مع الصحفيين وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال صحفيين في تركيا إذ أعلنت نقابة الصحفيين الأتراك أن قرابة ثمانين صحفيا هم بالسجون بموجب قوانين مكافحة الإرهاب كما جاءت الانتقادات من الخارج ودعت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك تركيا إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم بينما عبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها الشديد من اعتقال الصحفيين في تركيا لا لسبب إلا لنشرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام عام بطرس موسى الحدث